مرحبا بكم يا أصدقائي انظروا إلى هذا الفيل وصغيره لاحظوا يا أصدقاء أن صغير الفيل يشبه أباه كثيرا فكلاهما له لون جلد نفسه خرطوم طويل وكذلك شكل الأذن نفسه هذا يعني أن صغار الفيل تشبه أباه في العديد من الصفات والآن انظروا هنا لدينا دب مع صغاره هل لاحظتم التشابه بين الصغار وأبيها؟ فصغار الدب يا أصدقائي تشبه أباه بلون الفراء وغيرها من الصفات وكذلك الحصان الصغير فهو يشبه أباه فكلاهما له لون الشعر نفسه والشكل نفسه نلاحظ يا أصدقائي أن العديد من الحيوانات تشبه أباه كثيرا حيث انتقلت الصفات من الآباء إلى الأبناء وهذا ما نسميه بالوراثة فالوراثة يا أصدقائي هي انتقال الصفات من الآباء إلى الأبناء والآن انظروا إلى هذا الديك وصغاره هل صغار الديك تشبه أباه؟ بالطبع لا تختلف الصيصان عن الديك في بعض الصفات فنرى أن لون ريش الديك مختلف عن لون ريش صغارها لكن جميعها جسمها مغطا بالريش وكذلك هنا يا أصدقائي هذه البجعة وصغارها لاحظوا وجود اختلاف في بعض الصفات بين البجعة وصغارها فلون ريشها مختلف وأيضا لون منقارها فصغار البجعة منقارها أسود بينما البجعة الأم لون منقارها برتقالي وكذلك القطة وصغارها فيوجد اختلاف في لون الفرو بين الأم وصغارها إذن يا أصدقائي نستنتج وجود اختلاف بين الكائنات الحية وصغارها في بعض الصفات والاختلاف هذا ليس فقط بين الكائنات الحية وصغارها فمثلا هذا الكلب لديه أربع أرجل وذيل وفراؤه لونه بني وأسود بينما هذا الكلب له أربع أرجل وذيل ولكنه أبيض اللون يغطي جسمه الشعر وله ذيل كبير أما هذا الكلب كذلك يمتلك أربع أرجل لكنه أسود اللون لاحظوا يا أصدقائي أن هذه الكلاب تختلف في بعض الصفات بالرغم من أن جميعها من النوع نفسه ولو نظرنا إلى هذا الأرنب لون فرائه أبيض وله أذن طويلة أما هذا فلون فرائه بني وله أيضا أذن طويلة أما هذا الأرنب الجميل فلون فرائه أبيض ورمادي ويمتلك أذنين طويلتين إذن نلاحظ مرة أخرى وجود اختلاف في الصفات بين أفراد النوع واحد وكذلك هذه الأحصنة فجميعها يمتلك أربع أرجل وذيل طويل إلا أن لون فرائها مختلف فهذا لونه بني أما هذا فهو أبيض وأخيرا هذا فهو أسود اللون إذن يا أصدقائي نستنتج من كل ذلك وجود اختلاف بين أفراد النوع الواحد في بعض الصفات عمل رائع آه انظر ماذا لدينا هنا لدينا أسد ولبؤة الأسد يا أصدقائي هو الذكر بينما اللبؤة فهي الأنثى هل تلاحظون وجود اختلاف بين الذكر والأنثى؟ رائعون أجل الأسد يمتلك شعرا كثيفا بينما اللبؤة لا وأيضا هذا الديك وهذه الدجاجة الذكر هو الديك والأنثى هي الدجاجة ماذا تلاحظون؟ أجل يوجد اختلاف بينهم فالديك يمتلك قطعة من اللحم حمراء اللون سميكة فوق رأسه بينما الدجاجة فلا بالإضافة إلى شكل الريش فهو مختلف وكذلك الطاوس يا أصدقائي فذكر الطاوس مختلف عن أنثى الطاوس فالذكر له ذيل طويل بينما الأنثى فلا إذن نستنتج يا أصدقائي وجود اختلاف في بعض الصفات بين الذكر والأنثى من النوع نفسه تعلمنا معا مفهوم الوراثة وجود اختلاف بين الكائنات الحية وصغارها في بعض الصفات وجود اختلاف بين أفراد النوع الواحد في بعض الصفات وجود اختلاف في بعض الصفات بين الذكر والأنثى من النوع نفسه ترجمة نانسي قنقر